هنروح لبطولة أفريقيا لكرة السلة واللي بتصادفها رواندا والنهارده هنتكلم عن مطش جامعيت سلة المغربي بيتغلب على فاب الكاميروني بطولة أفريقيا لكرة السلة رجال نادي جامعيت سلة المغربي قدر انه يفوز على فاب الكاميروني من نتيجة 87-84 في الجولة الاولى من المجموعة الثانية لبطولة أفريقيا لأن ديها عبطال الدولة لكرة السلة واللي بتتلعب دلوقتي في رواندا تيريل استوغلين اللي كان بلعب في نادي الزمالي كان أفضل مسجلي فريق جمعية سنة المغربية بعد ما سجل 28 نقطة ولو بصينا من ناحية تانية هللاقي أن أحمد وهارونا كان أفضل مسجلي فريق فاب الكاميروني برصيد 23 نقطة جمعية سنة هتلاعب في الجولة اللي جاية نادي الشرطة المالي أما فاب الكاميروني فهيستضم ببترو لواندا الأنجولي خلينا أقول لكم حاجة أن فريق نادي الزمالي بيشارك في البطولة دي ومنذ لحظات تم تأجيل مباراته والحقيقة اللجنة المنظمة برئاسة اللجنة الان باي أو المنظمة الأمريكية الكرة السلة قالت في رسالة مقتضبة على طبعا صفحتها على السوشيال ميديا قالت أن ماطش نادي الزمالي والمجمع البترولي الجزائري تم تأجيله لأسباب health and safety protocols وأن game will be risk schedule at the later date يعني هو بيقول في الآخر أن في حاجة تخص البروتوكول بتاع السلامة والصحة ما قالتش تفاصيل ولكن قال إن الماطش هيتعمله يعني عادة جدولة مرة أخرى في وقت تاني أنا عايز أعلق على الموضوع ده في حاجة أنه طبعا الموضوع يعني هناك مفيش هزار الـ NBA نفسها استبعدت في أمريكا استبعدت لعيبة في الـ NBA بره البابل نتيجة أنهم اخترقوا البروتوكول بس أكيد هيبقى عندنا تفاصيل تانية وأنه لكم اللي تم تأجيل الموبره